بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم بسم الله الرحيم وقف بنا الحديث أيها المباركون في آخر أنواع الخصائص من آخر أقسام الكتاب وأعني بها الخصائص غير المتعلقة بالنكاح فيما كان من أبواب الكرامات والفضائل والمناقب وقد وقف بنا الحديث في منتهى ليلة الجمعة الماضية عند أو في أثناء المسألة الثالثة عشر اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالشفاعات ومضى منها الشفاعة العظمى والشفاعة في دخول الجنة بغير حساب والشفاعة في إخراج من استحق النار أو في عدم دخول من استحق النار والرابعة في من دخل النار أن يخرج منها والخامسة الشفاعة في رفعة درجات أهل الجنة في الجنة وتقدم قول الإمام النووي أن الأولى مختصة به وكذا الثانية ويجوز أن تكون الثالثة والخامسة أيضا قال والرابعة يشاركه فيها غيره من الأنبياء والعلماء والأولياء وتقدم استدراك بعض الشفاعات التي أتى بها المصنف رحمه الله تعقبا على الرافعي الذي خصها بتلك المواضع فزاد ما ذكره القاضي عياض إن شفاعته لإخراج من قان في قلبه مثقال حبة من إيمان وشفاعة تعقب بها النووي أيضا رحم الله الجميع في شفاعته صلى الله عليه وسلم لعمه أبي طالب في تخفيف عذاب النار عنه وهي لا شك من خصائصه صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث صلة لما سبق في ذاك المجلس في الشفاعات الواردة أيضا تتمة لهذا الباب في اختصاصه صلوات الله وسلامه عليه نعم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين قال المصنف رحمه الله تعالى والسابعة وهي الشفاعة لمن مات بالمدينة لما روى الترمذي وصححه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها نبه على هذه والتي قبلها القاضي عياض في الإكمال نبه على هذه الشفاعة والتي قبلها المقصود بها تخفيف عذاب الناري على عمه أبي طالب نعم وفي صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رفعه لا يثبت أحد على لأوائها وجهدها إلا كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة فهذه شفاعة أخرى خاصة بأهل المدينة وكذلك الشهادة زائدة على شهادته للأمة وقد قال عليه الصلاة والسلام في شهداء أحد أنا شهيد على هؤلاء هذا لفظ الحديث الذي أخرج الترمذي وغيره كابن ماجه وابن حبانة في الصحيح في شهادته صلى الله عليه وسلم وشفاعته لمن مات بالمدينة قال من استطاع أن يموت بالمدينة فليمت بها فإني أشفع لمن مات بها والحديث الآخر في فضائل المدينة أيضا ومناقب سكناها في صحيح مسلم من صبر على لأوائها كنت له شفيعا أو شهيدا يوم القيامة واللأواء الدعب والشدة والنصب ومتاعب الحياة وفي لفظ لحديث أبي هريرة لا يصبر على لأواء المدينة أحد من أمتي إلا كنت له شفيعا يوم القيامة أو شهيدا هذه التي نبه عليها القاضي عياض رحمه الله تعالى واستدركها أيضا بعض أهل العلم في ذكر الشفاعات التي اختص بها نبينا صلى الله عليه وسلم قال العلامة الخيضري وهي غير واردة يعني في الاستدراك لأنها وإن ثبتت شفاعة لكن لا تستقل قال لأن متعلقها لا يخرج عن واحدة من الخمس الأول يقصد الشفاعات السابقة فهم في جملة من يشفع له النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم إما أن يكونوا من أهل الجنة فتزاد درجاتهم أو استحق أحد منهم دخول النار فالشفاعة أن لا يدخلها أو دخلها فالشفاعة أن يخرج منها أو ينال من الشفاعة العظمى التي تنال جميع الخلال والحق وإن كان هذا متجها لكنه لا يمنع أن يكون نوعا مستقلا يثبت في خصوصيات شفاعته صلى الله عليه وسلم وهي حقيقة من أجل مناقب المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام فذكر هنا الشفاعة وذكر الشهادة وكل منهما مرتبة ومنقبة ولهذا قال المصنف رحمه الله وكذلك الشهادة يعني شهادته عليه الصلاة والسلام لمن سكن المدينة وصبر على لأوائها قال هي شهادة زائدة على شهادته للأمة فإنه عليه الصلاة والسلام شاهد كما قال الله إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا فشهادته لعموم الأمة سيكون شيئا مختلفا عن هذه الشهادة الخاصة ومثلها الشهادة لشهداء أحد لما جمع النبي عليه الصلاة والسلام بين الشهداء بين الرجل والرجل ثلاثة في القبر الواحد وهو يأتي ليلحيدهم بيديه الشريفتين فيسأل عليه الصلاة والسلام أيهم أكثر أخذا للقرآن فمتى أشير إلى أحدهم قدمه في اللحد فيقول أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة كرامة ومنقبة لهؤلاء وشهادة مخصوصة لهم من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفي العروة الوثقى للقزويني أن من شفاعاته شفاعته لجماعة من صلحاء المؤمنين فيتجاوز عنهم في تقصيرهم في الطاعات وأطلق الرافعي أن من خصائصه شفاعته في أهل الكبائر وفي ذلك نظر فإن المختصة به ليست في مطلق أهل الكبائر هذه خاتمة ما يتعلق بالشفاعات وما استدرك بها على الرافعي في ذكره والنووي في تعقيبه رحم الله الجميع نقل عن القزويني أنه قال إن من الشفاعة الخاصة أيضا شفاعته صلى الله عليه وسلم لجماعة من صلحاء المؤمنين قال الحافظ بن حجر ويظهر لي أنها تندرج في الخامسة ولم يذكر القزويني مستنده قال ويمكن أن يستدل له بقوله صلى الله عليه وسلم أنا أول شافع في الجنة فتخصيص الأولية في الشفاعة بالجنة تنالوا الصلحاء لأنهم من أهل الجنة فيتجاوز عن تقصيرهم في الطاعات بمعنى زيادة درجاتهم في الجنات وأما ما ذكره الرافعي في تخصيص الشفاعة بأهل الكبائر فقد تقدم أنها مطلقة ولا تختص بهم وكل من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان فهو أهل لنيل شفاعة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي شفاعات أيضا تعقب بها بعض العلماء أنواع أخر من الشفاعات كمثل ما ذكره الحافظ بن حجر شفاعته صلى الله عليه وسلم في من استوت حسناته وسيئاته أن يدخل الجنة قال ومستند ذلك ما أخرجه الطبراني عن ابن عباس رضي الله عنهما قال السابق يدخل الجنة بغير حساب والمقتصد برحمة الله تعالى أو قال يرحمه الله تعالى والظالم لنفسه وأصحاب الأعراف قال يدخلونها بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم قال وأرجح الأقوال والكلام للحافظ بن حجر قال وأرجح الأقوال في أصحاب الأعراف أنهم قوم استوت حسناتهم وسيئاتهم هكذا استدل الحافظ بن حجر وقد سبق إلى ذلك أيضا الإمام الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى وذكر هذه الشفاعة واستدل لها بحديث ابن عباس قال ينصب للأنبياء يوم القيامة منابر من ذهب فيجلسون عليها قال ويبقى منبر لا أجلس عليه قائما بين يدي الله تعالى إلى أن قال فيقول يا محمد فيقول الله تعالى يا محمد ما تريد أن أصنع بأمتك فيقول يا رب عجل حسابهم فيدعى بهم فيحاسبون قال فمنهم من يدخل الجنة برحمة الله تعالى ومنهم من يدخل الجنة بشفاعة قال وما أزال أشفع حتى أعطى صكاكا برجال قد بعث بهم إلى النار إلى آخر الحديث وفيه على ما تقدم عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه هذا الموضع من الشاهد في كلام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى وذكر أيضا الحافظ ابن حجر في الشفاعات التي سبق إليها القاضي عياض رحمه الله في الشفا وجعلها من الخصائص النبوية شفاعته صلى الله عليه وسلم في من قال لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط ومستند ذلك رواية الحسن عن أنس في حديث الشفاعة قال فأرجع إلى ربي في الرابعة فأحمده بتلك المحامد ثم أخر له ساجدا فيقال لي يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع لك وسل تعطه واشفع تشفع فأقول يا رب إذن لي في من قال لا إله إلا الله قال فيقول سبحانه ليس ذلك لك أو قال ليس ذلك إليك ولكن وعزتي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله وذكر الحديث واقتصر على توحيد الله ولم يذكر رسالة للنبي صلى الله عليه وسلم إما لأنهما لم تلازم في النطق غالبا وشرطا كما يقول الإمام القرطبي اكتفي بذكر الأولى أو لأن الكلام في ذلك الموقف في حق جميع المؤمنين من هذه الأمة ومن غيرها فتكون الوحدانية لله هي الضابط الذي يثبت به ثبوت مثل هذه الشفاعة وهذا كله مما يذكر أيها المباركون في هذه الأنواع من الشفاعات على تعددها يجعل من أهل الإيمان حرصا أو يجعل في أهل الإيمان حرصا على أن تكون حياتهم هذه متجهة إلى ما يرضي ربهم وإلى ما يتبوؤون به طرق نيل الكرامة في الآخرة وحصد مثل هذه المواقف العظيمة ونيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولا شك أن من أعظم ذلك هو العناية بتوحيد الله والتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونختم بهذه الشفاعة التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله تعالى قال هي شفاعته صلى الله عليه وسلم لجميع المؤمنين قاطبة في أن يؤذن لهم بدخول الجنة واستدل لذلك بحديث الصور الذي أخرجه أبو يعلى وغيره قال بعد مرور الناس على الصراط فإذا أفضى أهل الجنة إلى الجنة حبسوا دونها قالوا من يشفع لنا إلى ربنا فندخل الجنة فيقولون من أحق بذلك من أبيكم آدم فذكر الحديث في مرورهم على الأنبياء عليهم السلام إلى أن قال عليه الصلاة والسلام فيأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات وعدنيهن قال فأنطلق فآتي باب الجنة فآخذ بحلقة الباب فأستفتح فيفتح لي إلى أن قال فأقول يا رب وعدتني الشفاعة فشفعني في أهل الجنة يدخلون الجنة فيقول الله عز وجل قد شفعتك وأذنت لهم في دخول الجنة وذكر الحديث وهي مندرجة أيضا في شفاعة المذنب الذي استوجب العقابة كما تقدم وفي دخول أهل الجنة في علو درجاتهم وهذا كله يدخل بعضه في بعض والمقصود اختصاص النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم من بين الخلائق بهذا المقام بهذه الشفاعات ومن يعلم أن هدي النبي عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته أقصر طريق وأقربه بل وأمتنه وأوحده لمبتغي تلك الشفاعات يوم القيامة عاش حياته في هذه الدنيا على السنة ومات عليها وما يرضى لنفسه إلا أن تكون السنة عنوانا عليه يصح وعليه ينام يسأل ربه أن يحشره في زمرة صاحب السنة وأن ينال شفاعته في ذلك الموقف العظيم صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الرابعة عشرة أنه أول شافع وأول مشفع أي أول من تجاب شفاعته فقد يشفع الثنان ويجاب الثاني قبل الأول في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع وأول مشفع الشافع اسم فاعل يعني يبذل الشفاعة ويطلبها وأما المشفع فاسم مفعول من شفع يعني هو الذي قبلت شفاعته وبينهما فرق ولهذا عطف أحدهما على الآخر فإن الشافع يطلب الشفاعة وقد تجاب شفاعته وقد لا تجاب فإذا أجيبت شفاعته قد يكون السابق بها وقد يكون غيره سبق بها فقوله عليه الصلاة والسلام أول شافع يعني أول من يتقدم بين يدي ربه ليطلب الشفاعة وفي هذا دلالة على وجود شافعين آخرين من بعده عليه الصلاة والسلام من الأنبياء عليهم السلام والصالحين والملائكة عليهم السلام كما تقدم وأما قوله أول مشفع فإنه لما تبذل الشفاعات وتتوالى بين يدي رب العزة والجلال في ذلك الموقف العظيم فإن نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا يشرف بهذه الأولية خصوصية له فأول من تقبل شفاعته نبينا صلى الله عليه وسلم ولهذا قال المصنف أول مشفع أي أول من تجاب شفاعته فقد يشفع اثنان ويجاب الثاني قبل الأول فأراد إثبات الأولية في كلتا الحالتين فقال أول شافع وأول مشفع وهذه كما تقدم من خصوصياته صلى الله عليه وآله وسلم المسألة الخامسة عشرة أنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة وحديث فإذا موسى باطش بجانب العرض هذه أيضا الخصوصيات النبوية الكريمة في المسألة الخامسة عشرة أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة ودليلها ما تقدم قبل قليل في حديث مسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر إذن هذه أولية وهي خصوصية ثابتة له عليه الصلاة والسلام إذا تقرر هذا بنص الحديث الصحيح فإنها هنا إشكالا يتعرض له المصنف رحمه الله في قوله مقابلة لهذا الحديث بحديث أنه إذا نوفخ في الصور نفخة الإفاقة من البعث قال فإذا موسى باطش بجانب العرش فكيف يكون موسى عليه السلام مفيقا عندما أبصره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هنا في الحديث إنه أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة نعم وحديث وحديث فإذا موسى باطش بجانب العرش فلا أدري أكان ممن صعق فأفاق قبلي أم كان ممن استثنى الله يحتمل كما قال القاضي عياض أنه عليه الصلاة والسلام قاله قبل أن يعلم أنه أول من تنشق عنه الأرض على الإطلاق قال ويجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين أول من تنشق عنهم الأرض فيكون موسى من تلك الزمرة وهم والله أعلم زمرة الأنبياء عليهم السلام أخرج الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس يصعقون يوم القيامة فأكونوا أول من يفيقوا فإذا أنا بموسى آخذ بقائمة من قوائم العرش فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور هذا الحديث هو موضع الإشكال الذي يجيب عنه المصنف رحمه الله كيف تقول هو أول من تنشق عنه الأرض أو كيف نجمع بين حديث أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة وحديث فإذا موسى آخذ بقائمة من قوائم العرش قال فلا أدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور قال في الجواب هنا احتمالا كما قال القاضي عياض أنه قال صلى الله عليه وسلم حديث موسى عليه السلام قال فلا أدري هو حكم بعدم الدراية قال ومعنى هذا أن يحمل على عدم علمه صلى الله عليه وسلم فلما علم بالوحي هذه الكرامة والمنقبة أخبر بها الأمة فقال أنا أول من تنشق عنه الأرض يوم القيامة فيكون هذا في الحديثين اختلاف بين الزمانين ومعنى آخر أو وجه آخر قال يجوز أن يكون معناه أنه من الزمرة الذين تنشق عنهم الأرض أولا يوم القيامة بمعنى أن يكون قوله أنا أول من تنشق عنه الأرض أي أنا في عداد أو في زمرة أول من تنشق عنهم الأرض والمراد بهم جملة الأنبياء عليهم السلام ومنهم موسى عليه السلام فلا تعارض بين الحديثين وهذا جواب ذكره غير واحد من أهل العلم للجمع بين الحديثين المذكورين والله أعلم المسألة السادسة عشرة أنه أول من يقرع باب الجنة المسألة السابعة عشرة المسألة السادسة عشرة أنه صلى الله عليه وسلم أول من يقرع باب الجنة بهذا اللفظ الذي أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال أنا أكثر الأنبياء تبعا يوم القيامة وأنا أول من يقرع باب الجنة وفي حديث أيضا عند الإمام أحمد قال فآتي باب الجنة فأستفتح فيقول الخازن من أنت فأقول محمد فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك وهذه من جملة خصائص النبي صلى الله عليه وسلم التي تلحق أمته من الكرامة والمناقب والفضيلة على سائر الأمم يوم القيامة فالحمد لله الذي جعلنا في أمة الإسلام المسألة السابعة عشرة أنه سيد ولدي آدم يوم القيامة كذا عبر به الغافعي وهو لفظ رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي رواية له وللبخاري أنا سيد الناس يوم القيامة عزاها إليهما البيهقي في دلائل النبوة ثم رواه من حديث أنس رضي الله عنه أيضا باللفظ المذكور بزيادة ولا فخر ثم رواه من حديث ابن عباس رضي الله عنه بلفظ ألا وإني سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخر هذه المسألة السابعة عشر من الخصائص النبوية في الفضائل والمناقب والكرامات وهي الحقيقة من أشهرها السيادة المطلقة التي تثبت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على البشر أو على المخلوقات كما سيأتي قريبا بيانه أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة هذا لفظ رواية مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفي لفظ آخر أنا سيد الناس يوم القيامة وها هنا جملة مسائل ما المراد بالسيادة؟ المراد بالسيادة أيها الكرام السيد هو الذي يفوق قومه في الخير الذي يفزع إليه في النوائب والشدائد الذي يقوم بأمر قومه وقبيلته ويتحمل عنهم المكاره ويدفع عنهم ما يسوءهم هكذا ذكر الإمام النووي رحمه الله في شرح الحديث في صحيح مسلم في معنى السيادة أنا سيد ولدي آدم هذه السيادة ليست فخرا مزعوما بل منقبة كريمة منصوصة هذا قوله عليه الصلاة والسلام أنا سيد ولدي آدم هذه السيادة المذكورة هنا تتجه إليها جملة من الأسئلة تتعلق بها مسائل لطيفة منها هل يختص هذا بيوم القيامة؟ لقوله أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة قال المصنف هكذا عبر به الرافعي وهو لفظ رواية الإمام مسلم فقيدها بلفظ الحديث وفي لفظ آخر أنا سيد ولدي آدم فسيد ولدي آدم أو سيد الناس يوم القيامة أيضا فيهما دلالة لطيفة في زيادة عند البيهقي قد ذكرها من حديث أنس قال بزيادة ولا فخرا من حديث من عباس أيضا أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة ولا فخرا فها هنا جملة من المسائل المتعلقة بهذه السيادة وبلفظ الحديث المذكور يأتي عليها المصنف رحمه الله تعالى واحدة تلو الأخرى وهو سيد ولدي آدم مطلقا كما عبر به النووي في الروضة والسيد الذي يفوق قومه وإنما خص يوم القيامة بذلك لظهور ذلك اليوم لكل أحد من غير منازعة كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم هذه أولى المسائل هل السيادة للنبي عليه الصلاة والسلام مختصة بيوم القيامة أم هي في الدنيا وفي الآخرة هذا السؤال والذي يحمل على السؤال أن لفظه في الحديث أنا سيد الناس يوم القيامة وفي لفظ أيضا أنا سيد ولدي آدم يوم القيامة هذا اللفظ بتقييد يوم القيامة يحمل على هذا السؤال فالجواب من وجوه أولها أن لفظ رواية أبي داود في السنن أنا سيد الناس ولم يقيده بيوم القيامة ولهذا حذف الإمام النووي ذكر يوم القيامة في ذكر هذه الخصاص في كتاب الروضة فقال وهو سيد ولدي آدم يعني مطلقا في الدنيا والآخرة على الرواية الأولى حيث ورد التنصيص قال على أنه سيدهم في الآخرة كما كان سيدهم في الدنيا من باب أولى لأن مقام الآخرة أشرف وهذا الجواب الذي ذكره المصنف هنا قال خص يوم القيامة بذلك لظهور ذلك اليوم لكل أحد من غير منازع كما في قوله تعالى لمن الملك اليوم مع أن الملك لله سبحانه قبل ذلك اليوم فلما خص قال لأنه كان في الدنيا من يدعي الملك أو من يضاف إليه الملك مجازا في الدنيا فانقطع كل ذلك في الآخرة فهذا المعنى هو المتحقق السيادة على البشر لنبينا صلى الله عليه وسلم تتمحض خالصة يوم القيامة فلهذا خص بها ولكن في الدنيا ربما يظهر السؤدد في المقام لكل أحد من غير منازع في يوم القيامة يظهر سؤدده عليه الصلاة والسلام من غير منازع بخلاف الدنيا فقد نازعه فيها الملوك والكفار وزعماء المشركين تماما كما قيل في قوله تعالى لمن الملك اليوم إذن هذه السيادة في الدنيا والآخرة وخص يوم القيامة هذا المعنى الذي مر بكم قبل قليل والأمر الآخر أن قوله أنا سيد الناس في رواية أبي داود لم تكن مقيدة أيضا في رواية ما بهذا القيد فحمل فيها المطلق على المقيد وأفادت لفظة الإطلاق المعنى الذي ذكر هنا وأن القيد ليس تقييدا بل هو قيد لا مفهوم له حتى لا يقال إنها سيادة مخصوصة بموضع تقضي خروج موضع الدنيا ولك أن تقول إذا سثبتت سيادته يوم القيامة في هذا المقام العظيم فإن ثبوتها في الدنيا من باب أولى لأنه إن كان سيدهم يوم القيامة في الآخرة وهي مقام أفضل وأشرف أعظم من الدنيا فثبوت سيادته في الدنيا من باب أولى نعم وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك لأمري هذه مسألة ثانية متعلقة بمسألة السيادة هي جواب عن سؤال لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك عن نفسه لما قال أنا سيد الناس أنا سيد ولد آدم وتعظيم النفس منهي عنه في الشريعة فما الجواب لماذا أخبر عليه الصلاة والسلام عن نفسه بهذا المقام العظيم نعم قال وإنما قال وإنما أخبر عليه الصلاة والسلام بذلك لأمرين أحدهما امتثالا لقوله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث والثاني بأنه من البيان الذي عليه تبليغه على أمته ليعرفوه ويعملوا بمقتضاه ويلزم من ذلك تفضيله على جميع الخلق لأن مذهب أهل السنة أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل من الملائكة هذه أو هذان وجهان في الجواب الأول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك وأخبر به تبليغا لأمر أو امتثالا لأمر ربه وأما بنعمة ربك فحدث وهذا من جليل التحدث بنعمة الله عز وجل على نبيه صلى الله عليه وسلم الثاني الوجه الثاني أنه مما أمر بتبليغه فهذا من جملة الوحي وهو عليه الصلاة والسلام مأمور بتبليغ ما يوحى إليه فلما أوحي إليه أنه خير الأمة وسيد الناس فكان واجبا عليه أن يبلغه ليعرفوا ذلك ويعملوا بمقتضاه ما مقتضاه يا كرام مقتضاه تعظيمه وتوقيره بما يليق بمقامه كما أمر الله عز وجل وهذا كما يقول النووي رحمه الله من أجل بيان هذا المعنى الذي يستحق فيه من الإكرام اللائق به صلى الله عليه وسلم وقال غيرهم ربما كان الجواب لأنه قال ذلك بحضرة جماعة من المنافقين ليغيظهم بذلك كما ذكره أز مخشري في الفائق وعلى كل فالمقصود إذن أن هذا الإخبار له وجه بل أكثر من وجه يقتضي فهم إدراك معنى إخباره صلى الله عليه وسلم بأنه أفضل الأنبي أفضل البشر وسيدهم قال المصنف ويلزم من ذلك تفضيله على جميع الخلق هذه مسألة ثالثة السيادة على بني آدم هل تعني السيادة على جميع الخلق لأنه فرق يا كرام بين أن نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر أو أن نقول إنه سيد الخلق أجمعين الخلق يدخل فيه الإنس والجن والملائكة فهل هذا ثابت قال المصنف يلزم من ذلك تفضيله على جميع الخلق ثم انظر كيف علل فقال لأن مذهب أهل السنة أن الأنبياء عليه السلام أفضل من الملائكة وهذا مما تنوزع فيه بين أهل العلم في تفضيل الملائكة على بني آدم وهذا إن ثبت تفضيل البشر يستلزم تفضيل النبي عليه الصلاة والسلام على الجملة لأنه إن كان سيد البشر وثبت تفضيل البشر على الملائكة كان سيد الخلق أجمعين قال الإمام النووي في شرح مسلم لأن الصحيح أن الآدميين أفضل من الملائكة وهو صلى الله عليه وسلم أفضل الآدميين بهذا الحديث وهذا كما قلت فيه بيان لمعنى السيادة هنا وكيف تكون مجموعة بينه وبين ما ذكر من باقي الخلق صلى الله عليه وآله وسلم ولطيفة أخرى تتصل بهذه المسألة لما قال إنه سيد ولد آدم فهل يخرج آدم؟ ويقال إنه أفضل من جميع الخلق إلا آدم لأنه قال إنه سيد ولد آدم وآدم ليس داخلا في المفضولين وهو قال أنا سيد ولد آدم ولهذا فإن ما نقله القرطبي في التذكيرة قال نقلا عن بعضهم قال إنه يتوقف في تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم على آدم لأجل هذا الحديث والجواب أنه توقف لا معنى له لصريح ما أخرج الإمام الترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ما من نبي يومئذ آدم فمن سواه إلا تحت لوائي ونص الحديث دلالة على تفضيله صلى الله عليه وسلم وتقدمه وإذا أضفت إلى هذا الرواية الأخرى عند البخاري أنا سيد الناس يوم القيامة دخل فيه آدم عليه السلام والتفضيل هاهنا محمول على المعنى الكبير الذي تقدم في جملة مناقبه وخصائصه صلى الله عليه وآله وسلم وأما تفضيل البشر على الملائكة فقد تقدم أنها معنى خلافي كبير بين أهل العلم ويقال في تحقيقه إن معنى الأفضلية هنا أن الله تعالى يجعل للخلق من الإنس ثوابا على الطاعة ما لا يناله غيرهم وكذلك يقال في تفضيل الأمكنة والأزمنة أنه يجعل فيها ثواب على الطاعة في هذا الزمان أو في المكان أكثر من غيره وهذا لا يتحقق في الملائكة ولهذا يقول العز بن عبد السلام رحمه الله في قواعده إن الملائكة لا ثواب لهم على طاعتهم وعباداتهم وعلى هذا يرتفع الخلاف في المفاضلة وذكر بعضهم أنه بلى يكتب لهم الثواب برفع التكليف عنهم إلى آخر ما هناك مما لا يستطاع فيه الجزم بتفضيل بنص صحيح فتبقى المسألة على الاحتمال الذي أشار إليه المصنف رحمه الله تعالى وأما حديث لا تفضل بين الأنبياء فجوابه من أوجه ذكرتها في شرح المنهاج والتنبيه هذه المسألة الرابعة المتعلقة بالسيادة من المسائل المتعلقة بالسيادة لمحمد صلى الله عليه وسلم كيف نجمع بين قوله أنا سيد ولد آدم أنا سيد الناس يوم القيامة ويثبت في هذا تفضيله وهو القائل عليه الصلاة والسلام لما استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فحلف اليهودي فقال والذي فضل موسى فلطمه المسلم وغضب فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تخيروني على موسى الحديث في صحيح البخاري وفي رواية ابن الفضل قال لا تفضل بين أنبياء الله فعدم التفضيل بين الأنبياء قد يبدو في ظاهره معارضا لصريح قوله أنا سيد ولد آدم أو سيد الناس فكيف نفضله وهو القائل لا تفضل بين الأنبياء هذا إشكال أورده وهي مسألة متعلقة بهذه الخصيصة من الخصائص في السيادة نعم قال فجوابه فجوابه من أوجه ذكرتها في شرح المنهاد والتنبيه واقتصر البيهقي في دلائل النبوة على أنه محمول على مجادلة أهل الكتاب في تفضيل نبينا على أنبيائهم لألا يؤدي إلى الإزراء ونقله عن الحليمي ثم نقل عن الخطابي أيضا أن النهي عن ذلك خوف الإزراء نعم هذا جواب أن الوجه النهي هذا جمع يا إخوة باختلاف الوجه أو جمع بين الحديثين بالاختلاف في حمل كل منهما على محمل لا يخالف الآخر قال هذا النهي محمولا على المجادلة وإذا فهمت الجملة لا تفضل بين الأنبياء وقال لا تفضلوني على موسى في سياق استباب المسلم مع اليهودي في القصة كما في صحيح البخاري أدركت أن المعنى أن التفضيل إذا كان سيؤدي إلى منقصة في المفضول أو إزراء فلا يحل لأن الكل أنبياء عليهم السلام فهذا وجه شرعي مفهوم تماما وعندئذ فلا منافات بينه وبين إثبات السيادة التي لا تستلزم انتقاصا من حق سائر الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام قال لألا يؤدي بهم إلى الإزراء إذ الواجب يا كرام هو أن يحمل مقام الأنبياء جميعا على مقام الإجلال والتوقير وأنهم صفوة الله من الخلق الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس ولهذا يقول الحافظ بن حجر قال العلماء إنما نهي عن ذلك من يقوله برأيه لا من يقوله بدليل وهذا جواب ثاني أن النهي هنا عن التفضيل إن لم يستند إلى دليل أو من يقوله يعني التفضيل بحيث يؤدي إلى تنقيص المفضول أو يؤدي إلى الخصومة والتنازع وهذا وجه أيضا متفهم في سياق الحديث الذي جاء فيه النهي لا تفضلوني أو لا تخيروني على موسى قال ونقل عن الخطابي أيضا أن النهي عن ذلك خوف الإزراء وأما من أدرك المفاضلة بين الأنبياء وأنه أمر قد ثبت شرعا بصريح قول الله جل جلاله تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فإن هذا ثابت شرعا وهنا ينبغي أن تفهم وجها لطيفا آخرا أيضا ذكره بعض أهل العلم أن قوله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض صريح في إثبات التفضيل وهذا ينبغي اليقين به والانطلاق منه لفهم أصل المسألة هذا المعنى في إثبات أصل التفضيل ليس في أصل النبوة بل في أصل النبوة هم سواء لأن النبوة ما هي؟ هي اصطفاء وهي وحي من الله وهذا القدر مشترك فكل نبي كان تفضيله على سائر قومه بالنبوة التي هي اصطفاؤه ليكون رسول الله إلى قومه فأصل النبوة لا تفضيل فيها وعليه يحمل النهي لأنه لا تفاضل فيها إنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى ولا بد من اعتقاد التفضيل لأن الله يقول تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض فإن كان التفضيل هنا بلا دليل فهو منهي عنه إن كان برأي مجرد وإن كان بدليل وفضيلة ثبتت فهذا الذي يجوز ثم إن كان هذا التفضيل مفضيا إلى الإزراء والانتقاص من المفضول من سائر الأنبياء فهو أيضا محل نهي لأن الشريعة إنما جاءت بمقام التوقير لهم جميعا فمجمل القول أن قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلون أو لا تخيرون على موسى فإن من أجوبته أنه قال ذلك أدبا وتواضعا مع علمه بأفضليته صلى الله عليه وسلم والثاني أن يقال إن النهي لألا يؤدي إلى الإزراء بالمفضول والثالث أن يقال لألا يؤدي إلى خصومة وفتنة كما في سياق الرجل المسلمي مع اليهودي الذي استب معه في سبب الحديث الوارد والرابع والخامس ما تقدم من الوجوه في هذا السياق والعلم عند الله قال الخطابي والجمع بين حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنا سيد ولدي آدم وحديث ابن عباس ما ينبغي لعبد أن يقول أنا وفي رواية إني خير من يونس بن متى ظاهر هذه المسألة الخامسة من المسائل المتعلقة بالسيادة المحمدية كيف تجمع بين قوله أنا سيد الناس أو سيد ولدي آدم وبين قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرج البخاريه في كتاب الأنبياء قوله ما ينبغي لعبد يقول أنا خير من يونس بن متى أو ما ينبغي لعبد أن يقول إني خير في رواية إني خير من يونس بن متى هذا الصريح في أنه نهى عن تفضيله وتقديمه وتخييره على نبي الله يونس عليه السلام قال فجوابه ظاهر نعم لأن الأول إخبار عما أكرمه الله تعالى به من التفضيل والسؤدد الأول يعني قوله أنا سيد ولدي آدم أنا سيد الناس هو محبول على إخباره كما تقدم بما فضله الله تعالى به لأن الأول إخبار عما أكرمه الله تعالى به من التفضيل والسؤدد والثاني مؤول بوجهي الثاني يعني حديث لا ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس أو إني خير من يونس قال مؤول بوجهين أحدهما أن المراد بالعبد من سواه دون نفسه هذا وجه يا إخوة أجاب به بعض أهل العلم قوله ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من المقصود بأنا كلنا ما ينبغي لعبد ما ينبغي لي ولا لك ولا لأحد أن يقول عن نفسه العبد أنا أنا خير وهذا خطاب للمكلفين في الأمة لألا يقع في قلب أحد أن ما حكى القرآن وعن شأن نبي الله يونس عليه السلام أن لا يقع في قلب أحد إزراء يظن به لحظة أنه لصلاحه وتقواه يكون خير من نبي عوتب في كتاب الله قال الله تعالى وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المضحضين وفي سورة القلم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فالمقصود حتى لا يقع في قلب أحد أنه خير من نبي الله يونس عليه السلام قال ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير أو يقول إني خير يعني أنا وأنت عبد الله ما ينبغي لنا أن يأتينا الشيطان وفي لحظة من اللحظات نظن من ظن شيطاني أنه قد يبلغ أحدنا درجة يفوق بها ويفضل منزلة نبي الله يونس فهذا وجه محمول عليه الحديث والسياق محتمل له تماما دون تكلف كما ترى نعم ثانيهما وهو أولاهما أنه قاله إظهارا للتواضع ويقول لا ينبغي لي أن أقول أنا خير منه لأن الفضيلة التي نلتها كرامة من الله لا من قبل نفسي فليس لي أن أفتخر بها وإنما خص يونس بالذكر فيما نرى والله أعلم لما قد قص الله علينا من شأنه وما كان من قلة صبره وما كان من قلة صبره على أذى قومه وخرج مغاضبا فلم يصبر كما صبر أولو العزم من الرسل نعم الوجه الثاني وهو الذي قدمه المصنف رحمه الله وقال إنه أولى أنه عليه الصلاة والسلام قال ما ينبغي لي عبد إذا حملنا العبد هنا في الحديث على قصده لنفسه صلى الله عليه وسلم لا ينبغي لي عبد أن يقول أنا يعني يقصد نفسه عليه الصلاة والسلام أنه قال ذلك تواضعا وإلا وهو يعلم أنه خير من يونس عليه السلام كما قال لا تخيروني على موسى فإن أحد الأوجه هناك أنه قال ذلك تواضعا ويكون الفضيلة التي نالها كرامة من الله لم تحمله على الفخر ولهذا هذا صريح قوله لما قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من تشق عنه الأرض وأول شافع وأول مشفع وهو يقول ولا فخرة يقول أنا سيد الناس يوم القيامة ولا فخرة فأثبت الفضيلة ونفى الفخرة والعجبة والكبرياء عن نفسه صلى الله عليه وسلم ومن هنا يقال إن قوله ما ينبغي لي عبد إن يقول أنا خير من يونس يقوله تواضعا صلى الله عليه وسلم لأن الفضيلة التي نالها كرامة لا تستوجب افتخارا فلهذا نفى تفضيله مع علمه باستحقاقه لذلك عليه الصلاة والسلام وأما يونس عليه السلام فذكره تحديدا هنا لأنه الموقف الذي ذكر فيه القرآن عتبا من الله جل جلاله على نبيه الكريم يونس عليه السلام لما كان قد من شأنه في خروجه عن قومه وركوبه البحر وما حكى الله عنه في ذلك السياق مع ما كتب له من إجابة دعوته وإسلام قومه وفوزه بهم بدخولهم في الدين فعليه سلام الله وعلى سائر النبيين والمرسلين وقال الخطابي في موضع آخر وجه الجمع بينهما أن هذه السيادة في القيامة إذا قدم في الشفاعة على جميع الأنبياء وإنما منع أن يفضل على غيره منهم في الدنيا وإن كان مفضلا في الدارين من قبل الله ومعنى لا فخر أي لا أقول هذا القول على سبيل الفخر الذي يدخله الكبر وأما قوله عليه الصلاة والسلام لما قال له ذلك الرجل يا خير البرية قال ذاك إبراهيم عليه السلام رواه مسلم من حديث أنس هذه سادس المسائل المتفرعة عن مسألة إثبات السيادة لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو تفضيله على نبي الله إبراهيم عليه السلام وافهموا المقدمة السابقة أن عموم قوله أنا سيد ولدي آدم أو سيد الناس عام لم يستثنى فيه أحد فثبت فيه تفضيله على آدم وإبراهيم وموسى ويونس جميعا وباقي الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فقابل المصنف هذا العموم ببعض النصوص الخاصة لا تخيروني على موسى فأجاب عنه ما ينبغي لعبد أن يقول أنا خير من يونس وأجاب عنه هنا قال لما قال له الرجل والحديث ذكره الإمام مسلم في صحيحه لما قال الرجل يا خير البريتي قال ذاك إبراهيم عليه السلام أيضا فها هنا سؤال هل هذا استثناء أنه خير من الجميع إلا إبراهيم عليه السلام أو ما الجواب هنا أيضا أجاب المصنف رحمه الله بإجابتين قال ففيه جوابان أحدهما أنه قاله تواضعا واحتراما لإبراهيم عليه السلام لخلته وأبوته يعني قاله كما تقدم في شأن موسى ويونس عليه السلام قاله تواضعا صلى الله عليه وسلم أي مع إثبات أفضليته وهذا أيضا ليقابله احترام وإجلال وتوقير من نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم لأبيه وأبي الأنبياء إبراهيم عليه السلام خليل الله وحبيب الله فقاله احتراما قال لخلته وأبوته لخلته لربه فإبراهيم خليل الله واتخذ الله إبراهيم خليلا وأبوته يعني لنبينا صلى الله عليه وسلم فإبراهيم خليل الله وأبو نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم فقال ذلك احتراما لهاتين المنقبتين الكريمتين لخليل الله إبراهيم عليه السلام وذكره البيهقي بنحوه في دلائل النبوة وثانيهما أنه قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم هذا يقال أيضا احتمالا لأنه يوكر ما ذكر في الإجابات السابقة أن ذلك قاله قبل أن يعلم أو يوحى إليه بمكانته في السيادة والتفضيل لألا يؤدي إلى تناقض الخبرين قال ذلك في موقف ثم لما أعلم بتفضيله قال أنا سيد الناس صلى الله عليه وسلم وجواب ثالث ذكره ابن العربي أن قوله ذاك إبراهيم يعني بعده وضعفه ابن دحية في كتابه المستوفى في أسماء المصطفى قال والصحيح الجواب الثاني الثاني الذي حمله على التواضع كما تقدم ذاك إبراهيم يعني بعده يعني لما قال يا خير البرية قال ذاك إبراهيم يعني في تفضيل يجعل إبراهيم عليه السلام بعده وبالتالي فلا تنافي بين الحديثين قال وضعفه ابن دحية ورجح الجواب الثاني فإن قلت هذا خبر لا يدخله خلف ولا نسخ هذه آخر المسائل وختم بها المصنف هذه المسألة في السيادة أن قوله أنا سيد الناس خبر وينبغي في الأخبار أن لا تعارض ولا تخالف وأن لا يدخلها نسخ كما تقرر في أحكام الأخبار لا يدخلها خلف يعني لا يخالف خبر خبرا إثباتا لعصمة الوحي وعدم تناقضه ولا نسخ لأن الأخبار ليست تحمل أحكاما بل هي إفادات الأخبار لا يدخلها النسخ لإثبات حكمة وإحكام الشريعة والوحي فكيف تجعل هذه الأخبار يقابل بعضها بعضا فتقول لا هذا متقدم وهذا متأخر قاله قبل أن يعلم فلما علم قال بالسيادة إذن هل ينسخ المتأخر المتقدم؟ إن قلت نعم قال لك لا الأخبار لا يدخلها النسخ نعم قال فالجواب قال فالجواب من وجهين أحدهما أن المراد خير البرية الموجودين في عصره لما قال يا خير البرية قال ذاك إبراهيم يعني في عصره فلا تناقض إذن بين المقامين وأطلق العبارة الموهمة للعموم لأنه أبلغ في التواضع ثانيهما أنه إن كان خبرا فالنسخ يدخله لأن التفضيل يمنحه الله لمن يشاء أراد أن الأخبار وإن كان لا يدخلها النسخ لكن هذا الخبر يتضمن معنا يقبل النسخ وهو التفضيل والمفاضلة فربما كانت الفضيلة في زمن مناطة بشخص أو محل ثم يختلف ذلك فيدخل النسخ في ذلك المعنى فيكون عندئذ من الأخبار التي يدخلها النسخ ولا إشكال هكذا أتم المصنف رحمه الله الحديث عن هذه المسألة السابعة عشرة وطال فيها المجلس لما تعلق بها من المسائل في إثبات السيادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ومنه لا يزال يقوله الخطباء والعلماء بقولهم سيدنا محمد الرسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه صاحب السيادة بنص الحديث وله المقام الجليل والشريف والرفيع بمقتضى هذا الحديث وتقدم ما يتعلق به من المسائل والحمد لله المسألة الثامنة عشرة أنه أكثر الأنبياء أتباعا وهذا ثبت بجملة من النصوص منها ما أخرج البخاري قال عرضت علي الأمم فجعل النبي والنبيان يمرون معهم الرهط إلى أن قال وأنا أكثر الأنبياء تبعا وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله ومن أو آمن عليه البشر وإنما كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة وعند مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه قال أنا أكثر الناس تبعا يوم القيامة وأول من يقرع باب الجنة فهذه أحاديث صريحة في إثبات أكثرية أتباعه يوم القيامة عليه الصلاة والسلام وهذه من الكرامات والمناقب لهذه الأمة كرامة لنبيها صلى الله عليه وسلم المسألة التاسعة عشرة صفوف أمته كصفوف الملائكة وقد تقدمت هذه الخصيصة في مجلس ليلة الجمعة الماضية وهي مسألة وقع فيها تكرار في كلام المصنف رحمه الله تعالى نعم المسألة العشرون كان لا ينام قلبه وكذلك الأنبياء عليهم السلام كما أخرجه البخاري في حديث الإسراء في حديث الإسراء في قصته وفيها طول أخرجها البخاري ومسلم وفي لفظ البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم وهو حديث طويل في قصة الإسراء والمقصود بقوله لا ينام قلبه أنه إذا حان نومه صلى الله عليه وسلم وغفت عيناه فإن النوم لا يصيب قلبه قال أهل العلم وهذا لاتصاله بالوحي وهذا المعنى مشترك بين الأنبياء الكرام عليه مسلام جميعا فهي خصوصية له على أمته صلى الله عليه وسلم ويشاركه فيها غيره من الأنبياء بنص الحديث الصحيح الذي سمعتم قبل قليل لا ينام قلبه لاتصاله بالوحي ومن هنا أيضا كان الحكم الفقهي أنه كان ربما قام من نومه فصلى من غير وضوء عليه الصلاة والسلام قال فإنه تنام عيناي ولا ينام قلبي صلى الله عليه وسلم هذه تمام عشرين مسألة ويبقى مثلها أو قريب منها في تتمة هذه المسائل من الخصائص نأتي عليها تباعا في ليالي الجمع المقبلة بعون الله تعالى وهي ليلة ما زال فيها متسع للاستكثار من الصلاة على نبي الهدى وسيد الورى صلى الله عليه وسلم يا من يشفع بالصراط مجيرا يرجو لأمته الحساب يسيرا يا سيد الثقلين يا خير الورى إنا بنهجك نحتذيه مسيرا يا من تحبون الأمين محمدا صلوا عليه وسلموا تحبيرا فيارب صل وسلم وبارك عليه أعظم صلاة وأتمها وأزكاها وأهناها وارزقنا إله بالصلاة والسلام عليه أعلى الدرجات وأرفع المقامات واجعلنا في خيرة أمته اتباعا لسنته واستمساكا بهديه ورفع لرايته وارزقنا شفاعته نحن ووالدينا وأزواجنا وذرياتنا ونسلمين أجمعين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين علمنا يا رب ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين شكرا